بالعودة إلى الخبر الآن في نشرتنا وفيه أكد الرئيس عبد الفتح السيسي موقف نصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية ودعم كافة المساعر رامية لسرعة تسويتها سياسيا بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جدة جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسيدة فيزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين الروس صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس مؤكداً الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الصنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياتي لرئيس بوتين مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس أضف المتحدث الرسمي أن السيد باتروشيف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار أعلى المستوى الدولي حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي كذلك التدعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما تعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جد وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الصناعية في عدد من المجالات فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك